جدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة وأشار مدبولي إلى أن تلك الفترة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات وهو ما يعد انطلاقة حقيقية للدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يؤهل لبداية الجمهورية الجديدة هذا وتطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة العراق الشقيق مشيرا إلى أن مصر تعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني شكرا للمشاهدة